هنعمل مع بعض النهار ده مربط الجزر بطريقة جميلة جدا زي قيمة غذائية عالية ومفيدة انا نجلاء الحميدي ودي قناتي على اليوتيوب مطبخ نجلاء الحميدي انا جبت معايا للجزر وقشرته زي محراتكم شايفين كده ولو عندكم الكبة ده عشان اتسألت كتير عليها الكبة دي الناحية دي بتبشر الحاجة والناحية دي بتخليها شرايح اذا هنعمل على الناحية دي اللي هتبشر معانا الجزر ودي الناحية الانعم ودي كمان نحية ادخن شوية تمام؟ هنبشر هنا الجزر على الناحية نحية كده بتبقى بتبشر والناحية التانية بتقطع البصل حلقات اولا الجزر الخيسي اللي مندل في السوق انا جبت خمسة كيلو جزر بعشرة جنيه اذا الكيلو باثنين جنيه انا هبشر مع حضراتكم الجزر زي ما حضراتكم شايفين كده انا ما كملتش بشر الخمسة كيلو فيه بالضبط خمس دقايق ده حقيقي او هنعمله على المبشرة وهوري حضراتكم انا بشرت معايا اللي بصوا بتبشروا كده كله زي بعضه وحاجة جميلة جدا ومبياخدش معانا وقتي يعني والجزر قيمته الغذائية عالية جدا حضراتكم اعرفين تمام؟ وبما انه الخيس في السوق فاحنا هنستغل الوقت ده هنعمل معانا مربة جزر وهخزن منه كمين عشان السلاطة هتبشروا على المبشرة اما على ناحية نعمة او على ناحية الخشنة لو هتعمليه على ناحية الخشنة ممكن بعد كده تضربيه في الخلات دربتين تمام? انا عمله على ناحية الخشنة وهضربه في الهند بلندر كده دربتين في الاخر بصوا بقى انا معايا حبهان وقرنفل ومستيكا تمام؟ هدقوهم كده شوي زي ما حالتكم شايفين حبهان وقرنفل ومستيكا انا هاخد معايا بس النكهة بتاعة التوابل بتاعتي للجزر وكمان معايا عود الفخشب بصوا ران كان معايا واحدة ايه من الشاي او الينسون تقريبا من ينسون فضت الينسون اللي فيها الورقة دي وبحط التوابل بتاعتي دي فيها اول الزويت العطرية بتاعة الحبهان والمستيكا والقرنفل بحيث ان انا هحطهم في المربة وتاخد معايا النكهة بتاعتهم تمام كده هربطهم بنفس الخيط بتاعة الورقة بتاعة الينسون وهحطها في الجزر وكمان هحط معايا عود من الارفة جربوا الطريقة دي بجد هتعجبكم جدا 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 انا ما عملتش الكمية بتاعتي كلها في الجزر انا اخدت معايا عملت اثنين كيلو نص وشلت اثنين كيلو نص في الدفريزر علشان الصلطة يوميا معايا كمان كيلو من البرتقان عصر الطوب باخد العصير بتاعه عصير فرش على مربة الجزر تمام كده ما عندي كيش هتحطي كباتين من الميا ولكن القيمة الغذائية للبرتقان حلوة جدا مع الجزر والطعم كمان رائع جدا جربوا بنفس الطريقة دي هتعجبكم جدا 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 انا عصرت معايا كيلو من البرتقان واخدت كمان بشرت كم واحدة برتقانية كده اخدت البشر بتاعهم تمام هحط بقا معايا لتر البرتقان لتر عصير البرتقان على الاثنين كيلو نص من الجزر وكمان بشر برتقانتين وهعصر معايا كمان لمونتين تمام كده بعد كده هعمل ايه لكل كيلو جزر كيلو سكر تمام انا مش عايزها مسكرة قوي هحط على اثنين كيلو نص اثنين كيلو من السكر اذا لكل كيلو جزر اه كيلو من السكر ولكن انا هحط على اثنين كيلو نص اثنين كيلو من السكر تمام كده انا هفرد السكر على الجزر بتاعي زي ما حضرتكم شايفين كده وهسيبوا المدة بتاع تلات اربع ساعات لحد لما يصف منه المية خالص عشان ما يخدش معايا وقتا على النهار انا بعد تقريبا خمس ساعات يعني عملته من الصبح لحد اخر النهار بعدها بعد ما صف معايا المية بتاعته زي ما حضرتكم شايفين كده والسكر تقريبا ده دي كده البهارات او التوابل بتاعتنا اللي هي الزويت العطرية انا كده بقى هحطه على النار مش هاخد معايا وقتا اخد معايا تقريبا ساعة من ساعة لساعة ونص تقريبا تمام كده تقريبا اخد معايا ساعة كمان حطيته بتادي تقلب فيه من شوية للتانية اه لحد لما خلاص عمل شرب المية بتاعته كلها نوحطت شعل مية خالص ده البرتقان والجزر نزل ميته تمام انا خلاص انا هشيله بعد ساعة ونص انا عايزة ان انا اعمله كده بالهند بلندر زي ما حاجاتكم شايفين مش عايزين تبشره عايزين تقطعه حلقات وبعد كده دلووف الخلاط بعد لما يستوي كده ما فيش مشكلة لو انت عايزة نعم لكن انا مش عايزة المربة معايا نعمة اوي عايزها كده بتخرفش كده رجعته تاني على النار اقعد معايا تلت ساعة كده لحد لما شرب المية بتاعتي خالص شرب المية بتاعته مشربهاش قوي يعني عشان يبقى فيها كده ايه تبقى كده جميلة القوام بتاعها حلو زي ما حاجاتكم شايفين كده انا بأكد لكم ان الطعم رائع وكمان اللي حهيلة جدا بس ما تغلطوش غلطتي ان انا ضربت بالهند بلندر وانسيت اشيل الورقة من المربة كمان ففتح معايا الورقة وابتدت ينزل معايا من الزويت العطر اللي بتدت اشيله بالمعلقة واحدة واحدة يعني وكمان العود الارفة قصر معايا الهند بلندر الحمد لله نصيب يعني تمام دي كده مربة الجزر اللي احنا عملناها منها اه حاجة جميلة جدا انا عقمت على فكرة البرطمانات دي في الميكروف وممكن تعقميهم في مية سخنة وتسبيهم لما يهدوا خالص لو هتقعد معاك سنة كاملة تعقميهم كويس وهتقعد معاك سنة كاملة لو هتقعد معاك سنة كاملة بعد ما تحط فيها المربة هتغط عليهم وتقفلهم وتنزلهم في المية المغلية تاني ربع ساعة وتقعد معاك سنة كاملة برا التالج لكن انا المربة هتخلص معايا بسرعة تمام كده بعد كده عبتها في البرطمانات بصوا بقى زي ما قلت لكم الجزر رخيص وكمية عملت معايا كمية حلوة لاتنين كيلو نص بصوا بعد ما عبت البرطمان بمنديل هدهن المنديل بتاعي بالخل علشان اقفل بقى البرطمان كده بيعقم معايا البرطمان وكده معاقمين كمان البرطمان من فوق كده وبقفله تمام شايفين المربة عاملة ازاي جميلة جدا بصوا احنا بقى عملت اتنين كيلو نص جزر بخمسة جنيه وحطيت عليهم اتنين كيلو سكر من بتاعي التموين بقى كمان بعشرة جنيه عملنا كمية كبيرة جدا بخمستواشر جنيه منها توفير ومنها نظافة تمام وكمان انت ضمن حاجة البيت بتاعتك اللي انت عاملها توفير ونظافة وقيمة غزائية عالية لمربة الجزر تمام كده انا بعملهم كده بقلبهم على وشهم لمدة ربع ساعة علشان لما تيجي تقليبي معاك البرطمان وتيجي في اي وقت تفتح البرطمان يعمل معاك التكة دي كون ضمنت ان كل الهوى اخرج منه وقفلتيه كويس انا معايا العلبة دي بتاعت نوتيلة بتاعت شوكولاتة يعني قابلة للدهر حطيت فيها برضو مربة الجزر لان البرطمان ده هستخدمه اول حاجة الاثنين كيلو ونص جزر عاملوا معايا الكمية دي كلها وكمان بجد طعمها هيل جدا طبعا احنا اخدنا النكهة بتاعت الزويتو العطرية في المربة بتاعتنا وكان وقع شوية بسيطة كده بس مجراش حاجة يعني باخدوا بالكم وانتو بتضربوها علشان ما تنسوش الكيس الورق اللي انا كنت حتى في الزويت العطرية وكده اكون خلصت مربة الجزر بتاعتي اتمنى الحلقة تكون عجبتكم من فضلكم لو الحلقة عجبتكم ما تدخلوش علي بلايك انا بتعب فعلا في الفيديوهات وفي تصويرها وفي كل حاجة ما بعد التصوير دي كده مربة الجزر اللي عملناها مع بعض بجد طعمها هيل جدا هتعجب حضراتكم وحاجة جميلة جدا وحاجة بيتي مفيدة ونطيفة في نهاية الفيديو اتمنى ما تنسونيش في اللايك والشير والسابس كرائب دمتم في رعاية الله وحافظه اشتركوا في القناة